تخيل كده حضرتك لقدر الله لقدر الله حصلت مشكلة في القلب واضطريت ان انت تعمل عملية تكلفتها لو حضرتك خرقت بره نطاق البلد هتتكلف اكتر من نص مليون جنيه طيب هنا بقى في منظومة التأمين الصحي الشامل بتتعامل بكام بتتعامل فقط ب300 جنيه القصة دي ازاي بتتم يعني احنا هنحاول في الفقرة دي يعني نعرض جانب من ضمن الجوانب او خدمة من ضمن الخدمات اللي بتقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل اللي دلوقتي مصر شغالة فيها خلصت في بورس عيد بتخلص خلاص في الإسماعيلية ولقصر بالتزامن طيب ايه اللي هيحصل فيه فكرة الخدمات للمطلقين او للي عايزين يعملوا العمليات الخطيرة دي في مصر هيا ده اللي احنا هنعرفه من دكتور طارق رشيد رئيس قسم القلب والقصاطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورس عيد وطبعا بورس عيد اول المحافظات المصرية اللي طبقت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يا دكتور طارق اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يعني انا مش عايز اتكلم كتير يعني حضرتك ما شاء الله جايب الادوات بشكل عملي كمان عشان المتلقي او المشاهد الكريم يقدر يستوعب ان حاجة صغيرة تكلفتها نص مليون جنيه واكتر كمان هو تكلفته فيها كمشاركة بس 300 جنيه ايه اللي بيحصل يعني ده حقيقي يعني بشكر حراك طبعا عن المقدمة الجميلة دي بس في البداية حابب اولا اتفق مع حضرتك ومع السادة المشاهدين لو تسمحي لي ان احنا يعني لازم نبقى متفقين ان ما يحدث الان في المنظومة الصحية في مصر وبالتحديد في هيئة الرعاية الصحية هي طفرة وانجاز لم تكن لتحدث لو لا دعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي هو شايف ان البناء صحة الانسان والاستثمار في صحة الانسان هو من اهم ركائز التقدم في الجمهورية الجديدة زي ما هو بيبني وبيعمل طفرة عمرانية هو بيبني صحة الانسان المصري اللي هيكون هو النوار الجمهورية الجديدة وبشكر الحقيقة الدكتور احمد السبكي اللي هو القيادة الطموحة الشابة اللي لو لا برضو دعمه وقراراته يعني ما كناش وصلنا للمستوى المتميز وقدرنا نعمل الاجراءات اللي حاجة بتتكلمي عليها دي داخل منظومة الترعاية الصحية اللي بتثبت انها هي فعلا مستقبل الصحة المتميز في مصر الحضرتك جايب نموذج عملي عشان برضو الجمهور يبقى عارف احنا بنتكلم في نقطة ايه تحديدا فانا المايكروفون مع حضرتك متفضل اشرح ليه السدف طيب يعني الحقيقة طب القلب والقسطرة في الفترة الاخيرة حصل فيه تطور كبير جدا وفيه تكنولوجيا كبيرة جدا والتكنولوجيا دي الحقيقة باهزة التكاليف يعني بتوصل تكلفتها الحقيقة في بعض الاجراءات لأكتر من خمسمائة ألف جنيه ستمائة ألف جنيه حاجات بتعدي المليون جنيه المواطن العادي أو حتى مش العادي المواطن المصري الكادح مش هيقدر يوفر في المبالغ الطائلة دي عشان يعمل الاجراءات دي التكنولوجيا دي تطلبت الحقيقة يعني أولا وقت طويل علشان تدريب وقت طويل علشان توصل لنا يعني بعد مجهود الحقيقة كبير جدا قدرنا ان احنا نوفر هذه الخدمات داخل هيئة العاية الصحية ده مثال بسيط لأحد هذه الخدمات اللي بتقدم داخل المنظومة ده صمام أورتي بيتم تركيبه عن طريق الأسطرة زي ما حرق شافها دي حاجة بسيطة جدا لو المواطن شافها هيقول ايه ده يعني حاجة ملهاش اوه مش مستهلة يعني كل اللي احنا بنقوله ده اما في الحقيقة هي وراها أبحاث طويلة وتكنولوجيا كبيرة جدا وتدريب طويل مش 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 حاجة بسيطة يعني فتكلفة هذا الصمام عن طريق الأسطرة هي أكتر من خمسمائة ألف جنيه علشان المواطن يقدر يحصل على هذا الصمام هيدفع مبلغ يعني معادي نصف مليون جنيه ليه التكلفة بتبقى عالية يعني أنا محتاجة أعرف حقيقة الموقف ده برضو عشان المشاهد يكون عارف يعني ليه ده بنصف مليون جنيه أو أكتر من نصف مليون جنيه زي ما وضحت لحضراتك أن ده يعني نتيجة أبحاث طويلة جدا شركات عالمية هي اللي أنتاجت هذه الصمامات الشركات دي الحقيقة صرفت عليها مبالغ طائلة علشان توصل في الآخر للنموذج اللي قدامنا ده هو الحقيقة ما وصلولوش ببساطة يعني عشان نوصل لهذا الصمام هم ابتدوا يبتكروا الأول الفكرة بتاعت الصمام زي هنقدر ندخل عن طريق الأسطرة لأنه هو الحقيقة بيبقى له متخل برضو معنا الحقيقة ده مش موجود حاليا بس يعني هو ده في الآخر المنتج النهائي اللي هيتزرع داخل قلب الإنساني طيب ممكن حاضرتك تورينا مثلا أنت حاضرتك جايب نموذج للقلب آه يعني مثلا فلو نطبقه عملي بعض عشان هو ده القلب لو تفرجنا عليه ده القلب المفروض أنه هو أربع حجرات ده البطين الأيصر ده الأزين الأيصر ده البطين الأيمن وده الأزين الأيمن ده الشريان الأورتي الشريان الأورتي ده يعني شغلته بالظبط أنه هو يخرج الدم من القلب عشان يوصله لكل الجسم الحقيقة يعني الصمام الأورتي ده طبعا إحنا القلب يشغل على طول ما بيقفش فمع الشغل السنين الطويلة مع تقدم العمر بيحصل زي نوع من الدمور في الصمام نفسه ويبتدي الصمام يتكلس ما يبقاش فيه المرونة الكافية يتكلس يعني يترسب عليه كالسوم ويحصل فيه مشاكل شوية يبقى صمام نفسه ومش مفوش المرونة أنه هو يفتح عشان يسمح مرور الدم بالظبط يعني أي حاجة مع العمر طبعا بيحصل فيها تلف زي نوع من الشايخوخة بالظبط أو تلف يعني فمع الوقت الصمام ده بيبتدي يتلف ويترسب فيه الكالسوم هي الصمام المتكلس ده شديد التكلس بيبقى ديق جدا الدم نفسه بيلاقي حتة صغيرة أو يعدي منها عشان يوصل للجسم فيبتدي الإنسان يشعر بالأعراض اللي هو منها نقص يعني مرور الدم للمخ فيبتدي يحصل نوع من الهبوط نوع من الإغماءات المتكررة اللي ساعد بتحصل ديق تنفس لأن البطين نفسه مش عارف يخرج الدم اللي هو فأعراض كتير جدا الحقيقة بتبع المصاحبة بسبب هذا المرض وهذا المرض الحقيقة مرض من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة فيعني أول ما بنشخص المرض وبتبتدي تظهر الأعراض لازم نتدخل على طولنا عن مريض طيب هل كل الناس تقدر تركب هذا الصمام أو هل كل الناس يعني بنركب لها هذا الصمام؟ حقيقة الصمام ده اخترعوه في الأول علشان الناس اللي هم متقدمين في العمر بزدات الناس اللي معدين عمر الـ 75 سنة أو الـ 80 سنة لأن الناس دول خطورة الجراحة بتاعتهم بتبقى عالية جدا ما يقدرش يروح يعمل عملية جراحية ويفتح صدره ويتعرض لتخدير فترة طويلة وبعدين بعد كده بنوقف القلب وبعدين نرجع نشغل القلب تاني خاصة لو عنده كمان أمراض مصاحبة زي مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلة أو مشاكل في الضغط والسكر الأمراض المسمنة اللي اعتيادي أو هبوط في عضلة القلب نفسه فكل الأمراض دي الحقيقة بتصعب جدا عملية القلب المفتوح فهم عشان كده ابتكروا هذا الصمام يبقى تدخل شوية محدود بنخش عن طريق شريان الفخد أو أحيانا الضراعين يعني ما بنفتحش القلب لا ما بنفتحش القلب خالص احنا ما بنيش ناحية القلب خالص احنا كل الشغل بتاعنا من الشرايين اللي هي الطرفية نخش من خلال الشرايين الطرفية بمدخل برضو ما بنفتحش يعني ما بنعملش أي فتحات المدخل ده بيوصل للسمام ده لغاية القلب السمام ده على فكرة بيبقى متطبق ما بيبقاش داخل كده مفروض مش بالحجم ده يعني اه هو بياخد الحجم ده أول ما يخشه جوه احنا بنبتدي نفتحه واحدة واحدة عشان يفتح في الآخر وياخد الشكل النهائي بتاعه بيدخل يامل إيه بقى يحل محل الصمام اللي موجود يخش هنا يحل محل الصمام اللي موجود وبالتالي هو الصمام ده اللي هو الدايق احنا بنخشه من جوه نوسعه وبنحط هذا الصمام الجديد وبالتالي بتبقى النتيجة كده يبقى فيه صمام من جوه هنا جديد اللي هو ده اللي احنا شايفينه من جوه هو ده الصمام اللي بيبتدي يسمح بمرور الدم فيرجع تاني وظيفة الصمام إلى ما كانت عليه قبل الضيق اللي حدث بسبب التكلس الشديد في الصمام وعالجنا الحالة وعالجنا الحالة دي تكلفة خارجية أو خارج مصر عشان كده يعني احنا عرفنا لحد يعني ليه التكلفة بتبقى عالية جدا لأن ما فيش فتح مباشر للقلب للمريض وفي نفس الوقت ما فيش حتى في الحاجات الأجهزة الطرفية أو العضوية اللي موجودة برضو مش بنفتحها فبالتالي ده حاجة كده زي ما بنقول مش عارفها صح والغلط بس إلكترونية إن احنا بندخلها بشكل كده تقني عشان تقدر إن هي تعالج الحالة هي تكنولوجيا حديثة واتطورت بشكل إن نقدر إزاي نوصل الصمام بدون أي جراحة إزاي نقدر نوصل الصمام لمكانه اللي هنزرعه فيه الفكرة بقى إن احنا إزاي قدرنا نوصل للمرحلة دي يا دكتور يعني أنا محتاجة برضو أعرف المجهودات اللي حصلت عشان نوصل للمرحلة دي وكام حالة علجت يعني مصرية في بورسعيد وبعد كده إن شاء الله في إسماعيلية ولقصر من خلال التقنيات الحديثة دي طيب إحنا طبعا عشان نوصل اللي إحنا وصلين دي دلوقتي الحقيقة بازلنا مجهود جبار جدا من أول ما ابتدينا المشروع نفسه في نوفمبر 2019 وقابليها بأربع شهور البداية التجربية للمشروع الحقيقة يعني أولا نمرة واحد إحنا هتمينا بالجودة الخدمة الطبية يعني المريض ده لازم يلاقي الخدمة اللي هو عايزها في الوقت المناسب ما ينفعش إن احنا نأخره أو إن نمشي في إجراءات طويلة زي ما كان بيحصل قبل كده لأ عندنا قسم مخصوص اللي هو قسم الحالة اللي بيخلص الإجراءات بسرعة والمريض ده يقدر يروح يجد الخدمة الطبية من أول الكشف وإجراء الفضحصات السريرية أو اللي هي اللا تدخلية ثم عرض الحالة على الاستشاري اللي بيقرر بعد كده إن هو الحالة دي محتاجة تدخل ولا لا المريض نفسه ما بيخش المستشفى بالعكس دلوقتي بيلاقي يعني ترحيب وبيلاقي معاملة مختلفة تماما وفي قسم مخصوص اسمه الرضاء المنتفعين يعني اللي هو في المستشفىات الخاصة المفروض اللي هو البي آر اللي ما بتلاقيهوش عادة في المستشفىات الخاصة بيتابع مع المريض وبيشوف نسبة رضاء قد إيهوها إيه الحاجات اللي احنا نقدر نطورها عشان نحسن الخدمة نمرة ثلاثة اختيار الناس الحقيقة اللي موجودة ودي حاجة الحقيقة أنا حاب يعني أشيط بيها إن حصل تنافس كبير جدا بين أكبر الاستشاريين في مصر وبين أساتذة الجامعة علشان عايزين يخدموا في منظومة هيئة رعاية الصحية دون مقابل يعني حتى ما طلبوش مقابل الناس كلها حريصة على إنها يتقدم خدمة تنافس في صالح المريض مش تنافس علشان المصلحة الشخصية لأ كلنا بنتنافس عشان نقدم أحسن خدمة ممكنة وبالتالي اخترنا العنصر البشري المتميز يعني لازم حد يبقى كويس في شغلته وحريص على إنه هو يقدم خدمة كويسة للمريض ثم بعد ما اخترنا العنصر المتميز اهتمينا بقى بتدريب الأطباء اللي هم هيبقوا الجيل الجاي واللي بعديه بخصوص التأهيل ده هنتكلم فيه ولكن ورد إلينا هذا القبر العاجل مشاهدين قالت السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سعدت اليوم بوجود بين أهل أهل قرية شمة مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانيا حيث سعدت جدا بحفاوة وكرم الاستقبال وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة أشكركم جميعا على هذا الإنجاز المشهود ولا تزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعا لأجله قالت السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سعدت اليوم بوجود بين أهل أهل قرية شمة مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانيا حيث سعدت جدا بحفاوة وكرم الاستقبال وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة أشكركم جميعا على هذا الإنجاز المشهود ولا تزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعا لأجله دكتور طارق الحقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والدتي كان عندها مشكلة في ضربات القلب حاجة زي تتبع التأمين وتحدد لها معاد عملية في مستشفى الناصر هنا وتصلوا بنا في المعاد بالضبط جاينا دخلت القسم القسم مضيف جدا واحترم التعامل الطبي محترم جدا تاني يوم تعمل لها كل فحصات لازمة وعملت العملية قعدت تقريبا يومين التأهيل اللي احنا محتاجين برضو نتكلم فيه تأهيل الكوادر الطبية والخدمات الطبية اللي موجودة داخل التأمين الصحي الشامل والحقيقة برضو تجربة بورسعيد نقدر ان احنا نقيمها يعني برضو فيه لو فيه نقاط ضعف اكيد موجودة ما فيش حد كبير على نقاط الضعف طبعا ازاي بنقدر ان احنا نتفادى هذه النقاط انها تتكرر في تجربة الأقصر او تجربة الإسماعيل الحقيقة طبعا احنا زي ما قلت الحقيقة احنا تدينب بحسن الاختيار للناس اللي هي فعلا عايزة تقدم خدمة في المنظومة وحريصة على مصلحة المريض ده نمرة واحد نمرة اتنين اللي هما الاطباء اللي موجودين سواء يعني اطباء مقيمين او اخصائين اللي هما صغرين لسه عايزين يتدربوا كويس علشان يقدروا يبقوا اطباء المستقبل في بعد كده لان احنا طبعا اكيد اي حد فينا مش هيعود طول العمر هناك احنا لازم هنسلم اجيال بعد كده فاحنا الحقيقة حرصنا جدا على حاجة اسمها التدريب الطبي المستمر وابتدينا نعمل ورش عمل متكررة وجبنا الحقيقة خبراء من بره علشان اولا يدونا خبراتهم ونبتدي نعلم صغار الاطباء ازاي يتعودوا يعملوا التقنيات الحديثة ازاي يتدربوا على شغل القصاطر القلبية والشغل الحديث بنعمل حقيقة دايما لقاء علمي متكرر كل اسبوع بنشوف كل مرة حد من الاطباء بيبتدي يناقش موضوع معين الحقيقة طبعا الحاجة الجميلة واللي احنا تميزنا فيها اخيرا ان احنا ابتدينا ندخل موضوع البحث العلمي داخل هيئة الرعاية الصحية احنا طبعا طول عمرنا الوزارة الصحة او الهيئة الرعاية الصحية كجزء تابع الوزارة الصحة مفوش يعني موضوع البحث العلمي ده كان بيبقى شوية مختص بالجماعات وبالمركز البحثية احنا لا اخيرا نبتدينا يعني ننطلق في الموضوع ده والحقيقة يعني الحاجة برضو اللي عايز أقول الحركة إن احنا بصدد إنشاء مركز بحثي متميز غريباً هيكون في محافظة السويس مع افتتاح المركز المجمع الطبي بالسويس البحث العلمي الحقيقة هو من الحاجات المهمة جداً وهو ده اللي هتخذينا قوة علمية يعني الحقيقة في المستقبل وهي اللي هتخلينا نكمل ونقدر نتعلم من أخطأنا ونعرف إيه اللي حصل بالزبط علشان ما نكررهش تاني فاهتمامنا بالبحث العلمي ده كان حاجة يعني في الأولويات نمرة اتنين برضو قصة ورش العمل المتكررة دي احنا عملنا كذا ورشة عمل لموضوع انسداد المزمن للشرعين التجاية وفي ورشة عمل شارك جاي إن شاء الله تبقى ورشة العمل الثالثة اللي هنعملها في هذا الموضوع في ورشة عمل أخرى للزراعة الصمامات دي هنبتدي فيها خلاص من أول يناير وبالتالي احنا بنحاول نغطي كل المجال بتاع أمراض القلب والخسطرة بمجهود علمي ومناحية الأبحاث برضو حاجة الجميلة بقى أن احنا ابتدنا نعمل حاجات متخصصة يعني عندنا عيادة هبوط عضلة القلب ودي الحقيقة مش موجودة في حيطة في مصر كلها غير في وحدة مجد يعوف أصان إنما احنا الوحيدين اللي متميزين في القصة دي وعملين عيادة مخصوصة للنوعية دي من المرضى لأن المرضى دول الحقيقة بيعانوا كتير ومنطر نحنا كل شوية ندور لهم على حل يبقى يعني يخليهم يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل أحسن الحاجة اللي برضو الجميلة إن احنا دلوقتي تعرف حركة الطب حاليا بيعتمد على اللي هو الحاجات الإفيدنس بيز يعني حاجات ليها مدلول علمي أو حاجات ليها مرجعين أثاث بالزبط فالكلام ده كله بيجي عن طريق الجايدلاينز الجايدلاينز دي هي القواعد الاسترشادية إحنا الجايدلاينز دي بيجي لنا من بره من أمريكا من أوروبا إنما إحنا الحقيقة يعني للأسف مصر فينا على الخريطة مش موجودة قوي في الجايدلاينز الحمد لله نجحنا أخيرا بمشاركة أحد الشركات الكبرة يعني في مصر هنا ساعدتنا في إن إحنا دخلنا في مشروع عالمي أو حاجة يعني بروجيكت كبير اسمه جيت انتو دا جايدلاينز نبقى إحنا من الناس اللي بنحط الجايدلاينز أهمية الجايدلاينز دي إيه؟ أهمية الجايدلاينز دي لنهاية بتورينا إزاي الطريق إن إحنا نعالج المريض بشكل سليم وبالتالي كان لازم يبقى لنا وجود لإن قد يكون نوعية المرضى اللي عندنا مختلفة عن نوعية المرضى اللي موجودين بره لإحنا برضو مش هنكتفي بالخبرات العادية لإن الجايدلاينز دي بتبني على دراسات كبيرة جدا بأعداد تفوق المئة الألاف أو الملايين فإحنا الحقيقة في التراك ومش سكتين ودايما بنطور من نفسنا ودايما بنطور على الأحسن يا رب دايما دكتور طارق رشيد رئيس قسم القلب والقصاطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بور سعيد أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التجارب العلمية والعملية عشان نوضحها أكتر للسادة المشاهدين ولكل المعلومات والتفاصيل الخاصة برعاية التأمين الصحي الشامل شكرا موصور لحضراتكم مشاهدين الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أيا عبد الرحمن أشوفكم على خير بكرة بإذن الله